الميزان برج الميزان عندك تراكمات من الشغل او قصص بتطلع لك فجأة بتخلي يومك متعب ومرهق اكتر ويمكن عم تهتم بحدا من افراد عيرتك وهالشي عم بيزيد التزاماتك لازم تنتبه صحيا وخاصة اذا في قصة معالجة او في مرض او شغلة لا تهمل حالك حتى اذا تهتم بحدا ما المفروض تترك نفسك يعني لازم تهتم بنفسك عاطفيا فكر بحبك صح وهدي هاليوم وتعامل مع الشريك بحدا ووضح ظروف ظروفك اه حكي مشاعرك وظروفك ومشاكلك للشريك تبعك مشان يتفاهمك لانه لا تترك المواضيع هيك فريه احيانا نحتاج نحكي مشان المقابيرنا ممكن يساعدنا كمان بجت جدي الجدي عم تتواصل مع اشخاص كتير وعم بتفكر بقصص عبر الانترنت والسوشيل ميديا ممكن ناطر قصة مالية تزبط او عم بتبيع او تشتري موبايل سيارة اه ونفقات ومصروفك زايد وعم تحتم بقصة بتخص اخ او اخت عندك بالعائلة عم بتحاول تساعد بهذا الموضوع كتير عاطفيا من الايام الحلوة وهدي بامورك وحاول ما تتعامل مع الشريك باستفزاز اليوم لانه انا تردتك حلول وعلاقات واخبار كتير حلوة عالطريق جايتك وفيه كمان اعتقد حتكسب مال بطريقة سريعة مال سريع يعني حتبيع شغلة تشتري شغلة هيك حتكسب مال سريع اوكي بتمنى لك التوفيق الدلو برج الدلو استغل هذا اليوم لتفكر بحلول مالية اما عن طريق شغل او مشروع او بدايات جديدة بتساعدك وبدك تنظم امورك المهنية او تبدأ قصة جديدة وانت بحاجة لحلول عندك مشاكل كتير وتراكمات اخر فترة ولتحسن من مواردك ويمكن تقبط مبلغ كبير ممكن تدية ممكن تاخد قرض ممكن ارف في مبلغ كبير جايك انت عم تحاول تسعاله ممكن لبداية مشروع او زواج او اي شي بس انت محتاج هذا الشي وحيصل ليدك عاطفيا اتطمن بعدك بوضع مليح وانت امام اختبار ثقة مع الشريك ويمكن تنعزم وتحصل على هدية كمان روح يا عبي نسبة لبرج الحوت برج الحوت الايام القادمة هتعرف مين معك ومين عليك مين بيحبك ومين بيكرهك اه ما بعرف بده يصير شغله بس اه حتبين عندك توضح عندك امور كتير حتصفي اه كتير ناس حتخلي كتير ناس اه حتشتغل على فرصة متاحة لك وتفتح صفحة جديدة وحاول تفكر بالجانب الانساني عندك وبشي جديد تعمله وراح تصل اه لنجاح مميز الفترة القادمة عاطفيا يبدو اه بدك التعامل صحيح فخليك هادي فيه ناس ما عم تتعامل بالطريقة اللي انت تستهله وبدك اياها عاطفيا يعني ولا تعطي فرصة للشريك يستفزك وكل شي رح يكون متل ما انت بدك بس حاول لا تستفز يعني قدر الامكان لانه هذا متقصد رح يكون اه برج العقرب عم بتعيش يوم افضل وعم بتلاقي حالك وبدع بأفكارك ومحبوب من كتير ناس واصدقائك خصوصا وفي حلول ضمن البيت وقصة عزيمة او لمة عيلة عندك هاي الفترة او اليوم او بكرة او ضمن الاسبوع وعندك القدرة تحصل على مال من بيع او شراء وفي قصة في قصة حتخص طفل ممكن مو ابنك ممكن ابنك بس في موضوع حيخص طفل ان شاء الله بيعدي على الاخير يعني ممكن حمل اه ازا انت قاب او متزوج او الامور هاي يعني عاطفيا يوم جيد من شان هيك بدك اه بدي منك تفتح تفتح قلبك بهاليوم وراح تلاقي الرومانسية المطلوبة لا فيه القص برجل القص عم تشغلك امور اهلك اهلك والعائلة وبدك تلتزم معهم وتهتم فيهم وتتحمل المسئولية ويمكن عم تصلح شيء عم تصلح شيء بالبيت او عم بتسافر وتغير مكان وبيكون عندك قلق بامور عقارية كمان ولازم تعرف تتعامل والطرق مع الاخوة والعائلة اللي حوالك حاول تحافظ على حبك عاطفيا اه وبيدي منك تهدي واترك مجال التفاهم مع الشريك لانه بالفترة الاخيرة كان فيه سوء تفاهم في عندك انت متوتر في عندك عصبية لازم تهدي لانه مع الشريك عندك مشكلة ومع الاهل الاقارب او الاخوة ممكن عندك مشاكل معاناة مصدر التوتر انت روء شوي وصالح الكل لانه انت شخص محبوب وقلبك طيب والكل بيحبك استغل اجواء حلوة بعزيمة او مناسبة ولقاءات اه الناس واصدقاء وشعبيتك عم تتصعد عامل شيء كتير حلو الفترة الماضية او رح تعمل يعني اه في عندك اصص كتير جواتك حالة بتطلع او تشارك كمان بتلاقي الاشخاص المناسبين او ممكن تكون افكار كمان حاول تستغل دعم بعض الاشخاص للك عاطفيا لازم تهدي بيومك وابدع عن المجازفات بالحب وخلي اه خليك هالفترة هاي انت ما حط اعجاب الفترة هاي بس يعني حاول تروء لتلاقي الافضل والانسب لا لا برجة جوزاء عم تحصل على فرص مهمة وعندك اختبار لازم تكون جاهز له وعم بتحس انه في ناس بده تخرب عليك وتخرب لك بيتك او تخرب لك شغلك الكلام هذا يعني اه وتضرك خليك خليك حضر ولا تستفس حدا بالفترة هاي وانتبه من المسؤولين وفيها اشخاص مهمين وجديد جديدين راح تتواصل معهم للفترة الجاية وممكن الموضوع الاشكال هادا بيكون اه بيخص الشغل يعني بالشغل انت بهم الناس ممكن بده تأزيك انت بمحل الانضار يعني بالعمل تبعك شو ما كان يكون عاطفيا في تقلبات شغلتك ويردو انك بهاليوم اه بعيد عن الاستقرار بعاطفتك وهالشي ما عم بيساعدك لتريح قلبك قلبك ما مرتاح ازا مو اليوم بكرة ما في مشكلة اه بالتوفيق ان شاء الله العدراء عم بيكون عندك اه ضغوطات كبيرة من الشغل والمسؤوليات وما حدا عم بيقدر تعبك الشي اللي انت عم بتعمله ما حدا عم بيقدره وعمت عم تحاول تشتغل بكل الاتجاهات ممكن تكون مضغوط ماديا او انت بيعمل الجديد بدك تثبت وجود والكلام هدا وفي شي كتير عم بيزاجك ويخليك تعمل مشكلة اه مع مع اشخاص يعني حتسمع شي ممكن اه تصير مشكلة حاول انت تتجنب هذا الشي ولا تكون منفعل ومندفع حاول تحلل الموضوع بالدبلوماسية لا حيكون لمصلحتك انت بدور رواق واعتقد الموضوع هذا حيكون بالشغل يعني عاطفيا يبدو عندك شوي التعب وممكن تكون عم بتفكر بارتباط هاي الفترة وودك تستقر وازا في عندك شريك لازم يحس فيك اكتر انت شخص عم تتعب وتستحق كل الخير وجه الحمل عم بتحس بانك وحيد رغم قطرة الناس اللي حوالك اه وما في اي حدا عم بيستق عم بيصدق معك وما عم تعرف ليش متدايق من كل شي حوالك حاول ترتاح وما بتبلش شي جديد لانه عندك تأجيل اه وبدو بدا شوية صبر الامور عندك وما تبقى لحالك وفكر اه بشكل جماعي اذا في عندك اصدقاء او هيك يعني يتسق بقارعهم حاول تكون حدهم واحكي معناقشا بالاشياء اللي براسك عاطفيا يوم مككب وانت مو مرتاح وبتحس ان الحياة ما عن توطيك الاستقرار بالحب وما في شي بيرايحك وبيرايح علبك معلش مش هي ممكن الايام الجاية بتكون احسن بس الحمد الله ما في انه شي كتير كدير برج السرطان فرصة عندك هاليوم لتتعرف على ناس جديدة وتطوروا من نفسك ويمكن تجي لك حوالي مهلية الله يسمع منك هذا برج السرطان تجيك حوالي مهلية شخص من البعيد وفي علاقات حلوة وناس ووراق بتخص اه سفر ويوم داخل عم يساعدك في الحزلة تكون اه منيح وتحاول تتواصل مع اشخاص انت كنت تتمنى انك تتواصل معهم عاطفيا انت افضل رغم انك عم تتنزعج على حالتك مع الشريك او الحبيب او الحليب او الكلام هذا وهاليوم فرصة لتصل لحب او بداية اعجاب اذا ما كنت مرتبط في بداية اعجاب بداية شرارة بداية نار بداية حريقة هيك شي برج الاسد عم تنحل عندك بعض الامور يلي بتخص شراكتك والوضع المالي وعلاقتك مع المحيطين بالفترة هاي يعني في عندك اشكالات قابلة للتصالح في عندك اشكالات حوالك بالمحيط اللي عندك بس في قابل للتصالح هذا الموضوع بس انت ما بدك تتنازل ما بدك تقدم تنازلات وخاصة للناس يلي ادبتك وعم بتحس بانه في حلو جاية ومال كمان وبدك تخسر شخص الفترة هاي ممكن احيانا خسارة شخص بتكون مربح كتير كبير لا تزعل عاطفيا بدي منك تهدي بامورك ولا تكون بعيد عن الاشريك وحاول تقربوا جهات النظر بينك وبيره اذا في خلاف حتى ترجعوا لبعض لانه ما في شي بيستاهل اذا في حب ما في اي شي بيستاهل اشتركوا في القناة